بسم الله الرحمن الرحيم بيتم عمل للفالف بعد الطرق ممكن يكون التوصيل بالبوش بوتون بالشكل ده او بليفر بذراع او بسبرينج يعني الفالف ريتيرن دايما بيكون بسبرينج او بسولونويد يعني بيتم التحكم فيه بدايرة كهربية او بيتم التحكم فيه ببيلوت لاين يعني بضغط زيت يبقى لو انا عندي فالف مثلا اربعة على تلاتة زي اللي عملنا من شوية بالشكل ده لو احنا قلنا ان التحكم في هذا الفالف عن طريق سولينويد يبقى في الحالة دي هاجي هنا اعمل الرمز بالشكل ده والريتيرن بتاعه بسوستة وكذلك الوضع الثاني بيجيبه بسولينويد والريتيرن بتاعه بسوستة اخر نوع هنتكلم عليه في الديريكشنال كنترول فالف يسمى الشتل فالف وفي هذا النوع بيسمح allow the fluid to flow through it from one of two sources يعني بيبقى فيه مصدرين للفلو فلو الفلو جاي في هذا الاتجاه بيقدر يدف البوبت دي ويمر ويمر من هذا الاتجاه اما لو جاي من هذا الاتجاه فبيقدر يمر بهذا الشكل يبقى الفلو ده فيه two source فيه مصدرين ومخرج واحد وان هذا النوع بيستخدم بشكل اساسي او بكسرة في النيوماتيك سيستيم ولكن في بعض الاحيان بيتم استخدامه ايضا في الهايدروليك سيستيم ننتقل بعد كده ليه البرشر كنترول فالفز او الفالفز المسؤولة عن التحكم فيه الضغط اول نوع عندنا يسمى simple relief valve وله اسم اخر وهو safety valve محبس امان واضح من الاسم ان البرشر ده used to control or limit the pressure in a system or a vessel يعني هذا الفالف بيستخدم لوضع حد معين او تعريف لأقصى ضغط موجود في السيركل اللي عندي او في الهايدروليك سيركل اللي عندي او في الفيسل اللي عندي بحيث ان لو الضغط زاد عن هذه القيمة اللي بيتم زبط الفالف عليها بيفتح هذا الفالف وبيعمل تهريب لهذا الضغط يتم زبط هذا الفالف على ضغط بيتراوح من 10 الى 20% زيادة عن قيمة اعلى ضغط موجود في الدايرة بشكل بسيط الفالف ده بيتم تشغيله عن طريق وجود سوستة السوستة دي لها adjusting hand بيتم زبط السوستة دي على ضغط معين اللي هو بيتم تصميم الدايرة عليه فاذا زاد الضغط في اللاين بتاعي او في الفيسل عن الضغط المحدد للسوستة بيبدأ يدف البوبت دي ويعدي ويخرج من هذا الاتجاه لو الضغط قلي تاني طبعا بيبدأ يقفل بشكل تاني بيقفل مرة تانية رمزه في الدايرة بيبقى بهذا الشكل الفلو بيبقى جاي في هذا اللاين وهذا اللاين طبعا بمغلق لا يوجد مصار في الفلو للفلو في هذا اللاين اذا زاد الضغط في هذا اللاين نتيجة وجود زيادة في اي مكان في الدايرة بيتم نقل اشارة في هذا الاتجاه بحيث ان الضغط ده يقدر يدف الغرفة دي اجينست السوستة اللي موجودة هنا وبيتخيل ان السهم ده بيتحرك لحد ما وصل اللاين ده باللاين ده وساعتها يبقى الفلف فتح والزيت يخرج من الى التانك اما لو انخفض طبعا بموانس ان هو فتح بيحصل تهريب للضغط فبينخفض الضغط مرة اخرى وبيعود لوضعه القديم السيمبل ريليف فالف او الريليف فالف بشكل عام عند تركيبه في اي دايرة اذا كان التصميم بتاعك تم بشكل صحيح فهو ما بيفتحش اصلا لان هو بيفتح في لحظة المشاكل يعني وجود خطأ او وجود مشكلة في الدايرة يعني مثلا حصل انسداد في لاين معين انسداد في فلتر في مشكلة في الدايرة فالريليف فالف بيفتح وبيهرب الضغط الزيادة اللي تم تكونه داخل الدايرة ومش بيفتحه بس ده هو بيفتح بيبقى متتم توصيل دايرة كهربية معاه ممكن الدايرة دي بتنور لمبة حمرة مثلا او بتدي انذار صوتي بحيث ان احنا نعرف ان في مشكلة حصلت في الدايرة وان الريليف فالف فتح وبيتم وقف عمل الدايرة لحين تصحيح هذه المشكلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر